اشتركوا في القناة العصف اللي صار في عملية الاصطفافات العقدية خصوصا في عصر الصادق سلام الله عليه خل علماء الفرق المختلفة يكون همهم الأول وقمة أولوياتهم تبكيت الآخر اقناع الآخر التغلب على الآخر فالأمر الذي هو بالأصل عقدي جناني جوانحي وإذا به يطلق عليه علم الكلام لانغماسهم في القيل والقال